الستي الستي جالي هاجس كده مبارح بس قلت هدردش معك لما شوفك النهار ده فيه هل مشكلة الستي فنية يعني بحاس ان الستي دي اقل نسخة مع بيب جورديولا الستي كفرقة النسخة مش عظيمة يعني حتى في مبارد ما تشيل ستونايتد انا مش شايف طاقة الستي العالي كتير لو استحوز على الكورة انك تخنق المنافس اللي قدامك اه بيعمله طبعا في مبارد كثيرة بس مش دايم طول الوقت هل السيتي منظومة السيتي متضررة بقى اتمنى تفهمني بوجود هالند طبعا هي تأثرت بوجود هالند عشان اوضح كلامي هالند فرديا مرعد حسام واجب في العالم اش اصدنا عليك اللي جاي بقى عشرين جون انت اش اصدنا عليك اكلم على المنظومة طبعا هقولك ليه يا كريم ما فيش شك ان هالند هو حلم اي فريق في الدنيا النابي عندي هالند ولكن للأسف بعد ما كنا في الاول بنقول بنشوف ازاي جورديولا انه هو هيعمل طريقة لعب معانا ان هي تخدم على هالند عشان واحد من الافضل في العالم والراجل التيمبو بتاعه سريع جدا وقوي جدا وبيحرز اهداف كتيرة جدا الى طريقة ان انا لو هالند عطل انا عندي مشكلة سانة اللي فاتت وسانة اللي قبلها وسانة اللي قبلها في عدم موجود هالند كنا بنشوف ان منشستر سيتي بيقدر يجيب اجوان من اي طريقة من تحولات من في العمق ودافع بيسجل كور عالية بنشوف الباك بيخش جوا ونعيبت نص المرعب اللي بتطلع لبرا بنشوف حاجات كتيرة جدا ولكن النهاردة انت بصيت بتلاقي ان اول ما هالند بيعتل او هالند بيطلع برا الجيم مثلا زي ماتش نيو كاسل قارفو طلعوه برا الجيم او الماتش بتاع ليفر بول لما واحد زي فانضايق قوي بدنيا بيقولك لا يفل الحديد الحديد يمسك هالند بتلاقي ان منشستر سيتي بيقدمش يعني ليفر بول ما تكسبش اصلا مبارات قريبا يعتبر غير منشستر سيتي بالسبب ان هالند كان مقفول عليه بشكل كبير جد لما بيبقى الفرقات ما بين الاندية مش عالية قوي في الامكانات البدنية ممكن ما تلاقيش هالند ممكن ما تلاقيش هالند في المتشطة الكبيرة مش ده بقى طبعا ده ما بقللش منه